السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ولا من قناة البيت مع لولو لأول مرة تزوروا القناة بتاعتيري تدوسوا على السبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الاستكوزة بتدبيلة فظيعة وجميلة مش عايزة اقول لكم على جمال الريحة بتاعتها وجمال التدبيلة انا جربت حقيقي تدبيلات كتير جدا ما لقيتش تدبيلة افضل من اللي انا هعملها لكم النهاردة عن تجربة يلا بينا ندخل على طول على الوصفة دي استكوزة انا اشتريتها الخمسة جبت خمس وحدات وحبدأ ان انا اول حاجة فيها ان انا شايفين الزعانف دي فيه ناس بتشيلهم وفيه ناس لأ انا طبعا ما بشيلهمش بسيهم زيهم هم لانهم مش فرقين كتير معايا حبدأ افتح الاستكوزة من الظهر او ممكن فيه ناس بتفتحها من تحت انا هفتحها من الظهر بتكون افضل ليا كتير وهفتحها كده واحدة واحدة وبالروحة خالص وهنا فتحت الاستكوزة محتاجين طبعا لنضفها كويس جدا تحت المية وحبدأ ان انا كمان ألضفها كده من الجوانب وبساعات بيكون فيه سلسلة راملة الراملة دي بتكون موجودة تحت من البطن من تحت دي بنحط فيها خلة وتلف الخلة فيها في خرم كده موجود من تحت بتفضل تحطيه وتلف فيه الخلة وتروحي مطلعها هيطلع معايك سلسلة الراملة من غير ما تفتحي انا حقيقي الجزء ده تمسح معاي من الفيديو فعمش عارفة اوره لكم تاني ان شاء الله هوره لكم في فيديو تاني المهم هنا فتحت واحدة كمان وحبدأ ان انا فرغها وضروري جدا يكون المقص بتاعنا حيني هنا انا فتحت كل الاستكوزة عندي من الظهر وغسلتها غسلة كويسة جدا وخلي بالكم وانتو بتخسلوها وبتقطعوها من الشوك اللي موجود في اطرافها لانه حامي وحاد جدا حبدأ احضر معاكم التدبيلة بتاعتنا التدبيلة بتاعتنا ده عبارة عنتم مفروم هاخد منه معلقة والفلفل ده حامي اوي هاخد منه ربع معلقة وحبدأ ان انا هحط عليهم عصير اللمون عصير اللمون ده حسب ما يدينا قوام كريمي هفضل احط منه هنا فلفل اسود وكمون بابريكا بهارات سمك وبقدونس مفروم وملح لمون وتوم بودر دي كل البهارات اللي موجودة عندي في الطبق هابدأ ان انا احط معلقة او نص معلقة نص معلقة من كل حاجة وحزوت كمان شوية عليهم عصير اللمون بتاعي وشوية ملح ضروري جدا نحط الملح انت دوقي كمان دوق التدبيلة دايما نتعود الدوق التدبيلة علشان لازم يكون الملح بتاعها مظبوط فلازم ندوق التدبيلة بتاعتها هنا حطيت العصير اللمون وحابدأ ان انا اخلطهم كويس وححطهم ححش بيهم الاستكوزة حواريكم خطوة مهمة جدا وهي ان انا بخرج الاستكوزة كلها اللحمة بتاعها من العض شايفيني الطريقة ازاي علشان اوصل التدبيلة حتى للدهر حابدأ ان انا ادهن كده ورجح مكانها تاني فيه ناس بتقدر انها تطلع اللحمة كله وبيضموا العضم بيحطوا اللحمة فوق العضم من فوق ويسووه انا لا انا بحب جدا ادخله جوه العضم بتاعه علشان في اسناء السوى يتشرب كويس جدا من التدبيلة اللي موجودة فيه ما تقعش في السنية بتاعته حابدأ ان انا اتبّلها كده هتبّل كل الكمية اللي عندي هنا تبّلت كل الكمية اللي عندي وحابدأ كده شايفين الزبدة هحط قطع من الزبدة بيدي شايفين كل الزبدة دي بقى بتسيح معها التدبيلة بتدي طعم فضيع ودخلتهم الفرن غطيته ودخلتوا الفرن وهنا حابدأ ان انا احضر معاكم الصوص اللي انا بعد ما يطلع على طول من الفرن احط عليه هنا زبدة وحطيت 2 صوبع من صوبع الزبدة بتاعتي يعني نص كبّاية كده وحابدأ ان انا احط فيهم التوم بتاعي وحابدأ ان انا اقلبه تقليبة كويسة لحد بس مش عايزاي حمار بس عايزاي يتبل وياخد النكهة الحلوة الزبدة تاخد نكهة التوم الحلوة وبعد كده هحط معاكم عصير اللمون زي ما انتوا شايفين ده كبّاية لربع لمون يعني في حدود كبّاية لربع عملت معايا 6 لمونات كبار وهقلبها كويس جدا عليه وهنا هحط ده بقدونس مفروم هحطه عليه تقدروا تستخدموك الفريش طعمه بيكون احلى بس انا ما كانش عندي الفريش وهحط كمون شايفين كل ده بتغلي انا هديت النار وحطيت شوية الملح وحطيت حوالي ربع كبّاية كريمة الخطوة المهمة جدا بتاعتي المهمة جدا بتاعتي وهي الكريمة الكريمة بتتحطي اخر حاجة خالص وبتهدي النار خالص وبتقلي بيها هنا اول ما طلع من الفرن وجهز حابده ان انا احط الصاص عليه انا عايزة يتشرب كويس جدا 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 من الصاص اللي انا حطاه ده هو ده اللي بيديله الطعم والنكهة اللي انا بحبها جدا يعني عايزة اقولكم انها كانت من احلى المرات اللي انا عملت فيها الاستاكوزة الوصفة دي انا جربتها في مطعم ايطالي وكانوا عاملينها بنفس اللصاص ده ودخلت وجربت انواع كتيرة لحد الحمد لله ما وصلت للنتيجة النهائية بتاعة اللصاص بتاعها الرهيب وهنا حابده احطها معاكم في طبق التقديم شايفين الحلوة يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير وتشاركوا الوصفة دي مع كل اصحابكم واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة في قناة البيت مع لولو السلام عليكم